اشتركوا في القناة ورد اليوم في قصر لصخير معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيسي المجلسين حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وخلال اللقاء أعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة والدفاع عن مصالح الوطن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات بما يلبي تطلعات المواطنين كما أشد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير أدائه معربا جلالته رعاه الله عن تقديره لمسى والتعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين للبناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات ترسخ دعائم مسيرة الوطن المباركة على درب التقدم والرقي والازدهار وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم الشأن المحلي وبخاصة التطورات المستجدة في التعامل مع جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر حيث أعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بالجهود الإنسانية النبيلة للفريق الوطني الطبي والكادر الطبي والتمريضي وكفة الأجهزة المعنية في مختلف المؤسسات والقطاعات التي تعمل على تنفيذ جميع التدابير للحد من انتشار هذه الجائحة وهنأ جلالته أن أبعيس علي القاضي عضو مجلس النواب بمناسبة فوزه بجائزة التمييز البرلماني العربي فئة الأعضاء التابعة للاتحاد البرلماني العربي نظيرا لخدماته وإسهاماته ودوره البرلماني البحريني والعربي المتميز كما هنأ جلالته كذلك السيدة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمناسبة إعلان الاتحاد البرلماني العربي عن فوزها بجائزة التمييز البرلماني العربي للعام 2020 عن فئة عضو البرلمان وأعرب جلالته عن تقديره للنجاحات الهمة التي يواصل تحقيقها أبناء البحرين في مختلف المجالات مؤكدا اعتزازه بحرصهم على تعزيز ريادتها ورفع رايتها في جميع المحافل الدولية من جانبهم أعرب رئيس مجلسي الشورى والنواب والحضور عن الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على توجيهات جلالته الكريمة وعلى اهتمام ورعاية جلالته ودعمه لسلطة التشريعية والذي شكل الركيزة الأساسية لإثراء العمل النيابي والتشريعي وتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح المملكة وشعبها العزيز وقد تقدم مجلس النواب في مستهل رده على الخطاب الملكي السامي بأحرى تعازي وصادق المواسات في فقيد المملكة الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة كما أشاد المجلس بصدور الأمر الملكي السامي بتعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيسا لمجلس الوزراء والتمس المجلس من جلالة الملك المفدى بأن تحظى الطواقم الطبية والأمنية كافة وجميع الموظفين والمتطوعين في الصفوف الأولى برعاية جلالته الكريمة كما قدم المجلس الشكر لجلالة الملك المفدى على التوجيه السامي بإنشاء مشفى متخصص للأمراض المعدية وإصدار جلالته مرسوما بإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع الشبابية وأعرب المجلس عن شكره البالغ لكافة القوات المسلحة من متسبي قوات دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني مؤكدنا المجلس على أن الرؤى الملكية التي تضمنها الخطاب السامي تعد نبراسا يحتذا به في تأطير العمل للمرحلة القادمة وفي رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الإنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس سجل المجلس بالفخر والاعتزاز ما تحظى به السلطة التشريعية لدى جلالة الملك المفدى من بالغ العناية والرعاية وبمضامين الخطاب الملكي السامي وما حفل به من معاني سديدة ورؤى شاملة كما أعرض أعضاء مجلس الشورى عن الاعتزاز بالثقة الملكية معاهدين جلالة الملك المفدى على بذل أقصى الإمكانات للقيام بالمهام التشريعية وثقا للتوجيهات السديدة لجلالته رافعين أسمى آيات التبريك إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة نيل سموه الثقة الملكية السامية بتعينه رئيسا لمجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر